المجلس الأعلى للصحة منذ تأسيسه دورا رئيسيا في تعزيز وتطوير المنظومة الصحية في القطاعين العام والخاص ضمن أفضل معايير الممارسة الصحية في مملكة البحرين وقد ساهم المجلس على مدى السنوات الماضية في تهيئة الأرضية المناسبة لتطوير القطاع الصحي والطبي وتأكيد على تجسيد مبادئ الشفافية والعدالة والاستدامة في القطاع الصحي بمملكة البحرين منظومة صحية متكاملة وضعها المجلس الأعلى للصحة منذ تأسيسه في عام 2013 تجسدت من خلال مساهماته في بناء الاستراتيجيات اللازمة لتطوير القطاع الصحي وتعزيز كفاءة الخدمات واستدامة الموارد الصحية فمهام المجلس ترتكز على عدة أهداف ومهام ومنها وضع السياسات حول العدد الكلي من الأسرة المطلوبة للبحرين وتوزيعها على الحالات الحادة والمزملة والنفسية وتنسيق خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالتنفيذ ووضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي كما يعمل المجلس الأعلى للصحة على تطوير معايير جودة الخدمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن احترام حقوق وسلامة المستفدين منها بالتنسيق مع الجهات المعنية الصحية إلى جانب إقرار ضوابط وسياسات التدريب في كل من المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية لضمان توفير الكوادر الطبية والصحية والإدارية ومن أبرز المشاريع التي قام المجلس الأعلى بدعمها هو مشروع اختر طبيبك وصرف بطاقات صحة التي تعتبر إحدى المبادرات التنفيذية للبرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية الذي يهدف إلى تطوير الهيكل المؤسسي الصحي في مملكة البحرين ليمتاز بالتنفسية والجودة العالية ومنذ تأسيسه إلى اليوم لم يتوقف المجلس الأعلى للصحة عن تشجيع وتنسيق البحث العلمي في المجال الصحي وتنسيق الخدمات الطبية بين مقدمي الخدمة بالمملكة مهام وإنجازات لا تحصى للمجلس الأعلى للصحة ساهمت في ارتقاء مستوى القطاع الصحي في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر